تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة أحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكية بنتق وحدات الجيش الثالثة الميدانية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالية وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة وبما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب كما نقش رئيس أركاني حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهمهم مؤكدا ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل ومشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميدانية